يتطلع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرسان شايز إلى تحقيق حزبه فوزاً سياسياً في الانتخابات البسكية التي تعيش إسبانيا على وقع الأنفاس الأخيرة لحملاتها الانتخابية فقد لمح في مناسبات من بينها في أسكادي عاصمة جهة إقليم البسك إلى حاجته الواضحة إلى الحصول على حزب العمال اشتراكي القوي بعد الانتخابات الجاليسية وتعزيز الثقة لخوض انتخابات جهوية أخرى في إقليم كتالونيا والانتخابات الأوروبية القريبة أيضاً لكن رياح الانتخابات في هذا الإقليم الإسباني لا تهادن سفينة سانشايز بسبب الإحراج السياسي الذي يضع فيه شريكه في الكونغرس بيلدو مصدر هجوم المعارضة اليمينية عليه في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في إقليم البسك وصلت التوترات السياسية إلى ذروتها يتصدر حزب بيلدو استطلاعات الرأي ولكن تصريحات لزعيم بيلدو في الإقليم بيو إسكوندريانو مثيرة للجدل يرفض فيها تسمية إيطا منظمة إرهابية أثارت رد فعل قوي من الحكومة الإسبانية وجهات سياسية أخرى جماعة مسلحة قد يكون لها اعتبارات مختلفة يمكن أن تكون الاعتبارات أو الطوائف متنوعة ويمكن أن يكون لعنف الدولة أيضا عنوين مختلفة لكنني لا أعتقد أن هذه المشكلة إلى حد كبير فقد انتقدت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا بشدة ألحزب بيلدو لرفضهم تصنيف إيطا منظمة إرهابية ووصفت هذا الموقف بأنه إنكار لا يتوافق مع الديمقراطية للأسف في هذا البلد جميعا نعرف أن إيطا كانت منظمة إرهابية إنه ازدراء كبير ليس جبنا فحسب بل إنه ازدراء لجميع الضحايا وللمجتمع الإسباني ومجتمع الباسك ويظهر أيضا إنكار لا يتوافق مع التاريخ نفسه ببلادنا ولا مع الديمقراطية فيما أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشايز مجددا الالتزام الذي أطلقه مرشح حزب العملي الباسكي عن حزب ليندكاري إنيكو أندوزا الذي أكد أن الاشتراكيين لن يتفقوا مع بيلدو على الحكم في أسكادي بعد الانتخابات الإقليمية التي ستجري الأحد نحن نطمح للفوز في الانتخابات وتحقيق أفضل النتيجة الممكنة في أسكادي والاستمرار في كوننا ذلك الحزب الذي يقرر أن أسكادي يسير على طريق التقدم والاستقرار والتعايش هذه هي المحاضر الثلاثة للمقترح الاشتراكي الديموقراطي في أسكادي وعلى رغم من أن الحكومة الإسبانية ليس لديها خطط لتغيير علاقتها مع بيلدو في الكونغرس إلا أنها تعتبر أن هذا الرفض يشكل ازدراء للضحايا والمجتمع ككل ومع ذلك ستواصل الحكومة البحث عن دعم بيلدو لمبادرته البرلمانية تقول مصادر عمالية مشيرة إلى همية التنوع في السياسة الإسبانية ويبقى هاجس سانشيز الأكبر التنقل في رمال انتخابات البسكية دون فقد التوازن المطلوب بين تحقيق مكاسب سياسية في التشريعيات الجيوية ببلاد البسكة والإبقاء على التناغم المتوازن والضروري مع حزب بيلدو لتأمين استمرار الولاية التشريعية من مدريد محمد مدن مادين